الدار بودكاست يحتفل الشعب المغربي يوم ثلثاء بمرور ربع قرن على تربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين تأتي هذه الذكرى في سياق ستنائي يعيشه المغرب على لصيرته كافة بدءا بالمجال التنموي مرورا بالقطاع الاجتماعي وصولا إلى الميدان الدبلوماسي خمسة وعشرون عاما قاذها الملك محمد السادس خلالها سفينة المغرب إلى بر الأمان والاستقرار وبناء أسس الدولة الاجتماعية التي تحترم حقوق مواطنها وتعمل ليل نهار من أجل توفير الحد الأدنى من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وضمان الكرامة الإنسانية لهم ثورة هذئة ورصينا على مدار ربع قرن بواءت المغرب مكانتها المستحق اليوم بعد أن تحول إلى نموذج إصلاحي يحتدى به في شتى الميادين وقبلة سياحية وثقافية يصب إليها شعوب العالم لم يكن عبور هذه السنوات الطويلة بأمن وأمان تحديا سهلا على المغرب والمغاربة لقد تجاوزنا خلالها محطات تاريخية مشوبة بالكثير من المخاوف والصعوبات والتحديات ونجحنا جميعا تحت القيادة الملكية الحكيمة في الخروج منها دون خسائر كلنا نتذكر كيف عبر الملك محمد السادس عن رؤية إصلاحية استثنائية في العالم العربي عندما تعرضت العديد من دول المنطقة إلى رجل ما يسمى الربيع العربي بدءا من تونس مرورا بمصر وليبيا وصولا إلى سوريا واليمن وغيرها في الوقت الذي شهدت فيه هذه الدول انهيارا تاما للأنظمة السياسية وانحنارا نحو الدم والعنف والتقسيم كان للملك محمد السادس رؤيته الخاصة جدا بعد أن قرر بكل هدوء ووطنية إجراء إصلاح دستوري ثاريخي يعازز الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويبعد بلادنا عن فخ الصراع والتطاح هذه اللحظة الثاريخية شكلت في الحقيقة خلاصة تجربة الملك محمد السادس في قيادة البلاد منذ توليه السلطة الصيف الف وتسعمائة وتسعة وتسعين لقد كان جلالته يميل باستمرار للتغيير الهادي الذي يراعي التوازنات الداخلية ويجنب البلاد الثأثورات الخارجية وهو الأمر نفسه الذي حرص عليه حرصا شديدا عندما كرس خلال العقد الأخيرا من هجية الدستورية في تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات والاحتكام إلى إدارة الناخبين في انتخابات الأحزاب التي تمثلهم وهنا لابد من الوقوف عند السمة الثارية التي ميزت ربع قرن من حكم الملك محمد السادس إنها الحرص على احترام دور المؤسسات ومقتضيات الدستور وقد عبر جلالته عن ذلك في مناسبات عدة كان آخرها إدارة الإصلاح المتعلق بمدونة الأسرة وإحالته على المجلس المتخصص ومنها المجلس العلمي الأعلى للإفتاء إلى جانب التغيير الهادي والحرص على الدستور والمؤسسات هناك صمة ثالثة ميزت الرؤية الملكية خلال ربع قرن من الحكم إنها طموح نعم لقد اتخذ الملك محمد السادس في مناسبات عدة مبادرات كان البعض يرى فيها قذرا من المغامرة غير المحسوبة لكنها أثبتت بمرور الزمن أنها كانت رؤية صابقة لعصرها ولسيما بعد أن أتت أكلها لاحقا على سبيل المثال عندما أطلق جلالته مشروع بناء مناء الطنج المتوسط كانت الاعتمادات المالية التي خصصت لهذا الوارش تكفي في نظر بعض قصار النظر لتشييد الكثير من المؤسسات التعليمية والاستشفائية لكنهم لم ينتبهوا إلى أن هذه المنشأة الضخمة هي التي ستبوئ بلادنا اليوم مكانة مميزة في ميدان الملاحة البحرية بعد أن أضحى هذا الميناء من بين أكبر عشر موانئة في العالم وفضاء لاستقطاب الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية الضخمة على غرار تلك التي جدبت شركات صناعة السيارات هذا الطموح الواقعي هو نفسه الذي وسم الرؤية الملكية لإنشاء مصروع القطار الفائق السرعة ما بين الضار البيضاء والطنجا وهو نفسه الذي دفع إلى إطلاق ورش بناء ميناء الداخل الأطلسي وفتح مجال الاقتصاد الأزرق في الأقاليم الجنوبية هذا الطموح هو نفسه الذي دفع جلالة المالك إلى فتح وجهة جديدة أمام المغرب والاقتصاد الوطني إلى جانب وجهة الاتحاد الأوروبي لقد قرر جلالته إطلاق سياسة أفريقية مميزة جعلت المغرب اليوم أحد أكثر البلدان ثاءثورا في القارة الصمراء وارتباطا بأسواقها وشعوبها ولسيما في غرب أفريقيا ويتواصل تعزيز هذه السياسة اليوم بفضل الاستثمارات العمومية الضخمة التي خصصت لمشاريع تنمية الأقاليم الجنوبية ومنها مشروع الطريق الرابطي بين تيزنيت والداخل الذي سيتحول قريبا إلى طريق دولي يربط بين أوروبا وغرب أفريقيا من المفيد جدا تأمل ربع قرن من قيادة الملك محمد السادس للبلاد لأنها فترة مليئة بالدروس والعبر والقواعد التي يمكن أن تشكل أسس الحكم الرسين والسلمي والمنفتح هناك سماث أخرى عديدة ميزت هذا النهج الملكي ولا يسع المقام إثارتها جميعها لكن هذه السماث الثلاث التغيير الهادئ واحترام المؤسسات والطموح تمثل مثلا استراتيجيا قامت عليه هذه الرؤية الملكية التي سمحت لبلادنا بتحسين حدودها وحماية حقوقها الشرعية والنأي بها عن مطبات المغامرات السياسية والأمنية التي عصفت بدول أخرى وحولتها إلى أشبه دول بسبب الحروب الأهلية والفوضى الطائفية وغيرها من الآفات نحن مدينونا إذن كمغاربة لهذه الرؤية الملكية التي تقودنا بالمناسبة نحو أفق أفضل بالاعتماد على قدراتنا الذاتية لبناء نظام اجتماعي يوفر الحماية والتغذية الصحية للجميع ويساعد لاستقبال الزوار والجماهير من كل أنحاء العالم في منذيالي 2030 الدار بودكاست